السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا بالمتابع العزاء في قناة ان شاء في الزراعة. طبعا اليوم حبيت اسوي لكم فيديو عن صبار دمعة الطفل. اه طبعا طريقة تجديرة. اول شي انه نبات اه طبعا هو من اسم صبار. انه ما يحب المي. اه طبعا مو ضروري لاهتمام بي كهير. اه رح ناخد عقال. مثل ما تشوفون. اه رح ابدأ اشيل الورق. ننظفها من هاي الورق الاول. ننظفها زيان. حتى شنو اغرسها بالتربة. طبعا اه راح اجذرها تقدرون تجذروها بالاوليفيرا. اللي هو يعتبر اه محافز للنمو. وتقدرون بلكو الشي. قبل قصون جزء صغير منه. وتخلوها بالتربة. هم تنجح. طبعا واكو طريقة اخرى ايضا اه تجدير بالماء. بس الافضل انه قبل بالتربة. طبعا مثل ما تلاحظون اه ابدأ. اشيل جزء من الغشياء اللي عليه. راح ابدأ ااخذ اه. طبعا. طلع الجلي. طبعا نباتة الوليفيرا. اه كلش ممتاز للنباتات. افضل محافز للنمو عن تجربة. اكثر نباتاتي ايضا ادرها بالوليفيرا. راح ابدأ الغش. الغش الثانية. طبعا تقدرون باي تربة تزرعوو بيتموس او تربة عادية او مخلوطة ما اكو مشكلة. طبعا راح ناخذها. هسا بعد ما نخلص نسقيها. اه نخليها بمكان ضليها. نغطيها ونخليها بمكان. نقولي. اتمنى اني لعجابكم هذا الويديو.